شاهدين من جديد شاهدين من جديد شاهدين من جديد بدأت أنزلوا وبدأت تواصل مع ناس بدأوا يحبوني أنت مهيلوا كذا طب قلت ما يعني ما يستسلم ليه كان في مثلا صعوبات في أحد كان يحكي لك كلام نعم والله كانوا يحطموني ناس كثير صلاحة شي يقولوا لك وأنزل صورة يقولون ترموا بزينا مرة مرة خليها وفي ناس يمدحونها لازم الناس يسبون أكيد ما في شي كامل طب بالنسبة لك كيف الشخص بصراحة كيف الشخص يصير نجم على الإنستجرام على حسب يعني إذا معك ناس يعني وأخويا وكذا يعني ينفعونك كيف ينفعونك يعني يعطونك يعني أخبار يقولوا لك سووا كذا سووا كذا يعني نسمع كلامهم ما ناخذ أفكار وسوي مقاطع لكن أنت إلى الآن يعني ما ما تتعامل مع شركة لا ما تتعامل شركة شركاته رفضت أحسن كذا الحال كذا أحسن عشان ما أرتفع ناس لأني أشغل كثير مرة طيب وبالنسبة لك ما شاء الله يعني لك مقاطع حلوة دمها خفيف وانت يعني بنفس الوقت عارض أزياء متى بدأت عارض الأزياء؟ من زمان يعني تقريبا يعني أول جسد تصوير حتى المصور قال لي يعني اشترلك يعني ملابس زي كذا يعني أنظم وكتب كذا بدأت أطلع يعني عجل شوي أبي تفاصيل كيف بدأت تطلع مثلا أنت يعني في مصور مثلا شافك على الإنستجرام وقال لك ليه ما تعرض أزياء ولا أنت من الأول أصلا لا لا أنا ما حطيت رأسي زي كذا يعني ما توقعت أبا أسوي زي كذا عادي بس ننزلت صورة يعني شوي 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 أشتري ملابس صورة بدأنا أطلع مع مصورين كبار يعني حلو طب اسمع يعني إحنا نشوف قاعدين الصور الآن يعني الصور ما شاء الله انت عارف كيف يعني تعطي الصورة حقها مثلا تدري أكشينات مختلفة تغير ملامح وجهك مثلا إيه المصور هو اللي يقولي هذا تدرب عليه ولا المصور المصور وأنا أقول لأفكار والمصور يسويها يعني وكم تقريبا تاخذ جلسة التصوير على حسب يعني إذا مصور فاهم على طول يعني إنت إيش اللي تحب أكثر تكون على راحتك بالتصوير ولا مصور أو مخرج مثلا لواجهك تسوي كذا كذا لا 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 على راحتي أحسن أنا على راحتي كثير تحب تشتغل على راحتك أحسن شيء ما ودي أنا بواحد يجبرني كذا طب لما تكون مثلا في عرض أزياء فعلا تكون متقيد لها طريقة مختلفة ولا تتعمد في حتة فعرض الأزياء تكون على طبيعتك يا راكان أكيد طبيعتي ما ودي تصنع يعني ما أحب تصنع طب وبالنسبة لليوتيوب أنت الآن توجهت لليوتيوب أي بداية جديدة فتحت لليوتيوب قناة يعني نصحوني الناس متابعين يقالوا أحسن لك يعني يوتيوب ودخلت المجال هذا طب في اليوتيوب بتكون برضه مقاطع صغيرة ولا بتكون شيء أطوال في مقالب في تحديات في أفلام قصيرة بعد الإجازة إن شاء الله راح ننزل فيلم فيلم عن إيش؟ خليها أحسن عشان ما شوية تفاصيل الفلم يعني عن رعب وما رعب وزي كده عن الرعب أي راح ننزل إن شاء الله بعد أصورها في الإجازة بعد إجازة راح ننزل طب أنت تحس أنك يعني أنت واضح دمك خفيف طيب وتحب تضحكوا المقالب مثل ما قلت يعني تقدر تسوي شيء فعلا يكون رعب جربت مثلا أو أول تجربة هذه لا أول تجربة لماذا اخترت الرعب؟ لا أدري في ناس ينصحوني أحسن ترى طب كده مرة قلت لي في ناس ينصحوني في ناس ينصحوني في مثلا مجموعة من الأصحاب أو الآن هم اللي ينصحوك أو مثلا المتابعين هم اللي ينصحوك لا متابعين بس الأغلبية أخويعي مرة هم اللي ينصحوني يعني يخذون معلومات ويعلموني وكده طيب ما شاء الله أنت إلى الآن يعني ممثل وخلنا نقول ستار أو نجم في الإنستجرام ودخلت اليوتيوب عارض أزياء وموديل حتى للتصوير هذه الخيارات الكثيرة بالنسبة لك هي معك أو ضدك يعني تعمل مصلحتك أنك تختار الشيء التي بي أو بالعكس توسع اختياراتك أكثر والله ما دري ترى اللي حين ما فانت هذا السؤال يعني أنت ما شاء الله تشتغل بأكثر من شيء حلو وأكيد كل شيء بالنسبة لك يعتبر تجربة هذا شيء يساعدك أنك تختار الشيء اللي بتحدده في يوم الأيام تكون فيه أو أنت ناوي تستمر في كل هذه المجالات لا أستمر حسب المتابعين يعني اللي أبغونا رح أن أتسويه هذا اللي بس ما جردت تجرب ما حاولت تسوي شيء مختلف وتشوف ردد فعل المتابعين يعني مثلا؟ مقطع مختلف شيء مثلا ما يتوقعوا منك غير اللي اعتادوا عليه الرعب أخلينا الرعب إن شاء الله مشاهدينها الله يسر شكلك لطيف ما بترعب لكن إن شاء الله طبعا أكيد تكون قدها ركان سليمان شهر بأبغميزات شكرا على وجودك معنا في سيدتي ومشاهدين دائما أكيد سيدتي هو مكان للموهوبين والمتميزين وأي شخص طبعا إضافة أكيد مكانه هنا مستمرين لكن بعد الفاصل في سيدتي بعد الفاصل مهرجان بيروت السينمائي ينطلق في دورته الثامنة